بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين عزاء التلاميذ رح نبدأ اليوم مراجعة مادة العلوم للصف السادس الابتدائي وتكون المراجعة على ثلاثة أيام في اليوم الأول الوحدة الأولى وفي اليوم الثاني الوحدة الثانية وفي اليوم الثالث نتناول الوحدة الثالثة سوف نتناول اليوم الوحدة الأولى خصائص الكائنات الحية ما هي خصائص الكائنات الحية؟ من خصائص الكائنات الحية التكاثر الطبيعي في النباتات والتكاثر الاصطناعي نأتي إلى ما معنى التكاثر الطبيعي أو ما هي أقسام التكاثر الطبيعي في النبات طبعا الفصل الأول التكاثر الطبيعي في النبات الدرس الأول التكاثر بالبذور والدرس الثاني التكاثر الخضري أي أن التكاثر الطبيعي من أقسام التكاثر الطبيعي للنبات التكاثر بالبذور والتكاثر الخضري هذا المخطط مهم جدا قد يأتي سؤال وزاري ما هي أنواع التكاثر الطبيعي الجواب يكون التكاثر بالبذور والتكاثر الخضري هذا هو الجواب وهذا المخطط مهم جدا نأتي إلى التكاثر الطبيعي تكاثر البذور نأتي إلى التكاثر بالبذور سوف نوضح النقاط المهمة في هذا الموضوع نأتي إلى ما أجزاء البذرة تعلمنا سبقا أن الزهرة عضو التكاثر في النباتات وتحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث وعن طريقهما تحدث عملية الإخصاب التي تؤدي إلى تكوين الثمار وبداخلها البذور هذا تعريف الزهرة وهو تعريف مهم قد يأتي على شكل فراغ أو قد يأتي على شكل تعريف فإذا ما هي الزهرة هي عضو التكاثر في النباتات تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث وعن طريقهما تحدث عملية الإخصاب التي تؤدي إلى تكوين الثمار وبداخلها البذور نأتي إلى تعريف ما هي البذرة البذرة هي بويضة مخصبة تكونت في مبيض الزهرة إذن ما هي البذرة؟ هذا تعريف مهم جدا البذرة هي بويضة مخصبة تكونت في مبيض الزهرة هذا هو تعريف البذرة قد تحتوي الثمار على بذرة واحدة مثل التمر والخوخ والمشمش وقد تحتوي على عدد من البذور مثل البطيخ والطماطن إذن السؤال ما هي العملية التي تؤدي إلى تكوين الثمار؟ الجواب هي عملية الإخصاب عملية الإخصاب راح نتعلم ما هي أجزاء البذرة طبعا هذا مهم جدا مهم جدا ما هي أجزاء البذرة؟ طبعا من أجزاء البذرة غلاف البذرة والفلق والجنين والجنين راح يقسم إلى الجذير والرويشة والسويداء إذن هذه هي أجزاء البذرة وهو أيضا سؤال مهم جدا 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 وزاري غلاف ما هي أجزاء البذرة؟ أو ممن تتكون البذرة؟ أو ما هي مكونات البذرة؟ الجواب أولا غلاف البذرة وثانيا الفلق وثالثا الجنين والجنين يوجد فيه قسمان الجذير والرويشة والجزء الرابع هو السويداء طبعا كل تعريف من هذه الأجزاء أيضا مهمة مثلا غلاف البذرة هذا تعريفه ما هو غلاف البذرة؟ الجزء الخارجي الذي يحيط بالبذرة ويوفر له الحماية هذا وظيفة غلاف البذرة ما هي وظيفة غلاف البذرة؟ يوفر الحماية للبذرة وتعريفه هو الجزء الخارجي الذي يحيط بالبذرة ويوفر له الحماية قد يأتي على شكل تعريف ما المقصود بالبذرة؟ الجواب راح يكون الجزء الخارجي غلاف البذرة هو الجزء الخارجي الذي يحيط بالبذرة ويوفر لها الحماية أو قد يأتي على شكل سؤال ما هي أهمية غلاف البذرة الجواب وأنه يوفر لها الحماية الجزء الثاني هو الفلق أيضا تعريف الفلق يجب عليكم أن تحفظوه جيدا لأنه مهم أيضا هذه التعريف الأربعة الغلاف البذرة والفلق والجنين الخمسة العفو والجذير والروشة والسويداء تعريف مهمة جدا نأتي إلى الفلق ما هو الفلق؟ الفلق هو الجزء الأكبر من البذرة قد تكون البذور ذوات فلقة واحدة مثل الذرة أو قد تكون ذوات فلقتين مثل الفاصولية رابعا الجنين الجنين يحتوي على الأعضاء الأساسية نفسها التي يتكون منها النبات البالغ ولكن بحجم مصغر جدا فهو يتكون من الجذير الذي ينمو فيما بعد ليكون الجذير والروشة التي تنمو فيما بعد لتكون الساق إذن تعريف الجذير هو الجزء موجود في الجنين ينمو فيما بعد ليكون الجذر وتعريف الروشة هي جزء من أجزاء الجنين تنمو فيما بعد لتكون الساق نأتي إلى الجزء الرابع وهو السويداء ما هي السويداء؟ السويداء هي الغذاء المخزون داخل البذرة الذي يتغذى عليه الجنين إذن هذا هو تعريف وهذا تعريف مهم جدا مهم جدا السويداء هي الغذاء المخزون داخل البذرة الذي يتغذى عليه الجنين نأتي إلى كيف تكون البذور نباتا جديدا طبعا عن طريق يحتوي هذا الجنين على أجزاء النبات البالغ التي ستنمو لتكون نباتا جديدا طبعا تسمى المراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها بالإنبات أيضا الإنبات أشرع عليه تعريف مهم جدا الإنبات تعريف مهم جدا تعريف هو المراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها هذا هو تعريف الإنبات الإنبات هذا تعريف الإنبات هي المراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها تعريف قصير وبسيط وسهل الحفظ ومهم جدا 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 تحتوي البذرة على مخزون غذاء يوفر الطاقة اللازمة للنمو وتنمي البذور إذا ما توفرت له العوامل الأساسية أيضا هذا السؤال أيضا مهم جدا ما هي العوامل الأساسية اللازمة لنمو البذرة؟ الجواب هي التربة الملائمة واحد اثنين الماء الكافي ثلاثة العناصر الغذائية العناصر الغذائية إذن قد يأتي السؤال ما هي العوامل الأساسية اللازمة لنمو البذرة؟ الجواب هو أولا التربة الملائمة ثانيا الماء الكافي وثالثا العناصر الغذائية وهذا أيضا مهم جدا جدا عزاء التلاميذ موضوع البذرة المهم الموجود في هذا الموضوع العناصر العوامل الأساسية لنمو البذرة والأجزاء البذرة وتعريف هذه التعريف أيضا مهمة جدا ووظيفة كل جزء هذه الأشياء المهمة الموجودة في موضوع البذرة إذن العوامل الأساسية لنمو البذرة التربة الملائمة ثانيا الماء الكافي وثالثا العناصر الغذائية هنا سوف نتكلم عن المراحل التي تمر بها البذرة أثناء النمو المرحلة الأولى تنتفخ البذرة عند حصولها على الماء هذه المرحلة الأولى تنتفخ البذرة عند حصولها على الماء ثانيا يبدأ الجنين بالنمو وتكبر أجزائه يعني الجذير والرويشة ثالثا تمتد هذه الجذير والرويشة تمتد داخل التربة وفوقها يعني الجذير سوف يمتد يتعمق إلى داخل التربة والرويشة سوف يمتد إلى فوق التربة وفي أثناء عملية النمو هذه تتغذى البذور على المادة الغذائية التي تخزن داخلها العناصر المغذية الموجودة بصورة طبيعية في التربة تختلف البذور في سرعة نموها فمنها ما ينمو خلال فترة قصيرة من الزمن مثل الفاصلية يعني تحتاج وقت قصير ومنها ما يحتاج إلى مدة طويلة من الزمن قد تمتد لأشهر مثل القمح والذرة يعني القمح والذرة يحتاجون وقت أطول وأكثر من الفاصلية فإذن المراحل التي تمر بها البذرة المراحل مراحل النمو يعني المرحلة الآن التي تتفتح البذور عندها حصلها على الماء المرحلة الثانية يبدأ الجنين بالنوة يكبر وتكبر أجزائه يعني الجذير والرويشة والمرحلة الثالثة أن هذه الأجزاء التي تمتد داخل التربة وفوقها نأتي إلى طرق انتشار البذور أيضا مهمة جدا ما هي طرق انتشار البذور؟ طبعا من طرق انتشار البذور أولا الهواء ثانيا الماء ثالثا الحيوانات ورابعا الانتشار الآلي ماذا نقصد بالهواء؟ كيف تنتشر البذور في الهواء؟ طبعا ينتشر قسم من البذور في الهواء بوسطة الهواء تتكيف هذه البذور حتى يتمكن الهواء من حملها فتكون خفيفة الوزن وحتى ان قسم منها يحتوي على تراكيب تشبه الأجنحة فإذن ما هي التكيفات التي تحدث في البذور لكي يتمكن الهواء من نقلها؟ الجواب أن هذه البذور تكون خفيفة تلوزن ولها تراكيب تشبه الأجنحة لها تراكيب تشبه الأجنحة هذا هو الذي يساعدها على الانتشار في الهواء إذن الطريقة الأولى الهواء ينتشر البذور قسم من البذور بواسطة الهواء وتتكيف هذه البذور حيث يتمكن أو حتى يتمكن الهواء من حملها فتكون خفيفة الوزن وتحتوي على تراكيب تشبه الأجنحة إذن هذه هي التكيفات إحنا لكل جزء أو كل طريقة لها تكيفات فإذن طريقة التي تتكيف بها البذرة للانتشار بواسطة الهواء أن وزنها خفيف تكون خفيفة الوزن وأن لها تراكيب تشبه الأجنحة يعني هاي النقطتين أيضا مهمة جدا يأتي السؤال كيف أو ما هي التكيفات التي تحدث في البذور لكي يتمكن الهواء من نقلها الجواب أن تكون خفيفة الوزن وأن تحتوي على تراكيب تشبه الأجنحة طبعا أعزائي التلاميذ أن تتذكرون أن هذه التكيفات كلها كتبناها في دفتر العلوم في بداية العام الدراسي الطريقة الثانية هي الماء تستعين بعض النباتات بالماء لنشر بذورها مثل الأشجار التي تعيش على ضفاف الأنهار والبحيرات فحين تجف ثمار هذه الأشجار تسقط في الماء ويحملها مجرى الماء إلى أماكن أخرى وأثناء انتقالها في الماء تتفتت هذه الثمار وتطفو بذورها على سطح الماء فإذن ما هي التكيفات التي تجعل البذور تساعدها أو تجعل البذور أنه تنتشر عن طريق الماء التكيفات أنه أيضا وزنها خفيف وشكلها يكون عريضا شكل البذرة يكون عريض تنغرس هذه البذور على ضفاف النهار أو البحيرة وتنمو لتكون نباتا جديدا سنشرح الطريقة الثالثة الحيوانات طبعا تنتقل الحيوانات في أثناء حركتها البذور إلى أماكن أخرى وتكون هذه البذور ذات تراكيب أو ذات تركيب شوكي يساعدها على الالتصاق بجسم الحيوان إذن ما هي التكيفات التي تساعد البذور على أنه تنتقل بواسطة الحيوانات؟ التكيفات أنه لها تركيب شوكي يساعدها على الالتصاق بجسم الحيوان بسبب التراكيب الشوكية فإذن التكيفات التي تساعد البذور على الانتقال في الهواء هي أن تكون خفيفة الوزن ولها تراكيب تشبه الأجنحة والتكيفات التي تساعد البذور على الانتشار في الماء أنه يكون وزنها خفيف وشكلها يكون عريض شكلها يكون عريضا والتكيفات التي تساعد البذور على الانتقال أو الانتشار بواسطة الحيوانات أن هذه البذور تكون ذات تركيب شوكي يساعدها على الالتصاق بجسم الحيوان هذه التكيفات مهمة جدا نأتي إلى الطريقة الرابعة لانتشار البذور وهي الانتشار الآلي ماذا نقصد بالانتشار الآلي هذا تعريف مهم جدا أيضا ماذا نقصد بالانتشار الآلي الانتشار الآلي يقوم الإنسان بنقل البذور من مكان إلى آخر لغرض زراعتها وتكثرها الانتشار الآلي تعريفه أنه يقوم الإنسان بنقل البذور من مكان إلى آخر لغرض زراعتها وتكثرها وهو أيضا تعريف مهم يعني يتدخل الإنسان بانتشار البذور الانتشار الآلي أنه يتدخل الإنسان بانتشار البذور كيف يتدخل الإنسان؟ يقوم بنقل البذور من مكان إلى آخر لغرض زراعتها وتكثيرها فإذن طرق انتشار البذور مهمة جدا 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 مع التكيفات التي ذكرناها أرجو منكم أن تقوموا بحفظها جيدا وحفظ تعريف الانتشار الآلي طبعا مثل ما تعرفون حل أسئلة مراجعة الدرس موجود عندكم في دفتر العلوم لكن سوف نعيد الحل مراجعة الدرس السؤال الأول ماذا تسمى طريقة تكاثر النباتات بواسطة البذور؟ الجواب التكاثر الطبيعي ثانيا ماذا تسمى أو ماذا يسمى الجزء الذي ينمو ليكون الساق؟ الجواب الرويشة ثالثا ما الجزء الذي يحيط بالبذرة ويوفر لها الحماية؟ الجواب غلاف البذرة رابعا ما مراحل نمو الجنين في البذرة؟ ما مراحل نمو الجنين في البذرة؟ المرحلة الأولى تنتفخ البذرة عند حصولها على الماء المرحلة الثانية يبدأ الجنين بالنمو وتنمو معه أجزائه اللي هي الرويشة والجذير المرحلة الثالثة يمتد الجذير أسفل التربة وعرويشة فوق التربة خامسا اختر الإجابة الصحيحة طبعا سؤال الاختيارات مهم أيضا جدا جدا خامسة من البذور ذوات الفلقة الواحدة ألف اختيار الفاصولية باء البازلاء جيم الحمص أم دال الذرة طبعا الجواب هو الذرة الذرة هي من ذوات الفلقة الواحدة سادسا الطريقة التي يتدخل بها الإنسان في انتشار البذور ماذا تسمى؟ ألف الانتشار الطبيعي باء الانتشار الاصطناعي جيم الانتشار الآلي أم دال الانتشار اليدوي الجواب الانتشار الآلي الانتشار الآلي ومثل ما عرفنا بأنه هو الطريقة التي يتدخل بها الإنسان في انتشار البذور ويقوم بنقل البذور من مكان إلى آخر لغرض زراعتها وتكثيرها السابعا هل تكون البذور الجافة ميتة وغير قادرة على النمو؟ ولماذا؟ طبعا البذور الجافة لا تكون ميتة لأنه بمجرد حصولها على الماء الكافي سوف تنتفخ ويبدأ الجنين داخل البذرة بالنمو وتنمو أجزائه التي هي الجذير والرويشة إلى هنا يأتي شرح الدرس الأول وهو التكاثر بالبذور وسوف نقوم في الدرس الثاني إن شاء الله بمراجعة درس أو شرح التكاثر الخضري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة